نشرة أخبار مفصلة من أورينت نيوز ونستهلها بأبرز العنوين بضعط شعبي بيليشيا قسد تفرج عن الناشط خسام القس بعد اختطافه في مدينة المالكية بالحسكة مظاهرات شعبية في قرى وبلدات بريف منبج وميليشيا قسد تستقدم تعزيزات عسكرية من الرقة الولايات المتحدة تعلن عن تمويل إنساني بقيمة 240 مليون دولار لدعم السوريين وتدعو إلى السماح بوصول المساعدات من المعابر الدولية إصابة عشرات المتظاهرين برصاص الشرطة الإسرائيلية خلال مظاهرات في الضفة الغربية حريق ضخم يلتهم مخيما للنازحين الأزيديين في محافظة دهوك شمال العراق أهلا بكم أفرجت ميليشيا قسد عن الناشط حسام القس بعد أن اختطفته من أمام كنيسة السريان في مدينة المالكية بالحسكة وياتي الإفراج بعد ضغوطات ومطالبات من ناشطين وصحفيين على قسد وحملات للمطالبة بإطلاق سراحه إضافة إلى تحميل أسرته لقسد المسؤولية عن اختطافه بسبب مواقفه المدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان انطلقت مظاهرات شعبية ضد ميليشيا قسد في قرى بريف مدينة منبج شرق حلب وذلك بعد أيام من الأحداث الدموية في المنطقة وقال مراسل أوريانت أن ميليشيا قسد استقدمت تعزيزات عسكرية من الرقة مؤلفة من 48 عربة عسكرية في السياق تشهد مدينة منبج غيابا تاما للمحروقات منذ أربعة أيام وسط استمرار إغلاق كافة محطات الوقود وشلل كبير في كافة مناحي الحياة في المدينة للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أورفا الصحفي في شبكة فرات بوست صهيب الجابر أهل بك صهيب هل اتضحت الأسباب والتهم الموجهة لحسام؟ بداية نحييكم أستاذ المشاهدين يعني حقيقة هذه عادة قسد يعني اعتقال الناشطين بعد اليوم هو عادة كل من يوجه أي انتقاد أو حتى ينشر منشور على صفحة الشخصية منتقدا جزئية محددة في ممارسات قسد يتم إخباؤه وحسام القسد بحسب ما انتشر في المنطقة أنه تعرض للضرب والاختطاف من قبل المجهولين هذا كان في بداية الأمر بعد ذلك تبح أنه مختطف لدى قسد يعني مغيب قسرا يعني يعتبر بموجب قانون ثم أفرجت عنه قسد بعد الضغوطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام وعدد من النشطات طبعا حسام القسد هو ناشط مدني تابع للمنظمة الأشهورية الديمقراطية هو عضو بالمكتب الإعلامي فيها نعم للمبرقة يعني هو كان خلال الأعمال العسكرية شرق الفرات في العام 2019 أواخر العام 2019 سؤال هل لديك معلومات حول آلية الإفراج عن حسام؟ عفوا لم أسمع السؤال هل لديكم معلومات حول آلية الإفراج عن الناشط حسام؟ لا يوجد أي معلومات لكنه اتضح أنه كان لدى قسد تحديدا وأفرجت عنه وكنت أتحدث عن نقطة مهمة هي أنه من الأشخاص الذين يعتبرون محسوبين على قسد نوعا ما يعني هو من ناحية آرائف شخصية وأيضا دفاعه في فترة ما عن قسد كان بشكل قوي جدا وأيضا كان يتضح ذلك من خلال المنشورات وغير ذلك لكن بالنتيجة هو يعتبر ناشط مدني واعتقاله بهذه الطريقة هو أمر ممشئين ولا يوجد أي مبرر له وبعد ذلك أفرجت عنه قسد كما فعلت مع نشطاء كثيرين في المنطقة الشرقية وشمال شرق سوريا هناك عدد كبير من النشطاء لديهم إخفاءهم وعدد من الشخصيات التي تعتبر محسوبة على المعارضة أو من منظمي الحراك السلمي أيضا في مناظر نعم وبينهم نساء صهيب هل لديك معلومات حول التعزيزات العسكرية التي استقنمتها ميليشيا قسد إلى منبج؟ حقيقة المنطقة تشت توتر الآن تعزيزات هدفها قمع المظاهرات خاصة أن هناك خروج لعدد من المدنيين اليوم أيضا للاحتجاج على قرارات قسد وأيضا للتذكير بأن دم الناس هو أمر غالي في قمة الأهمية ولا يوجد فقط مبرر لقسد بجرد قلم تتخذها للعدول عن قرار أو يتم نسيان دم الناس الذين استشهدوا خلال المظاهرات اليوم نتحدث عن أكثر من ثمانية مدنيين ارتقوا في منبج خلال المظاهرات وأكثر من 27 شخص نعم هناك تصعيد واضح سقوط مدنيين على أيدي ميليشيا قسد هل رصدتم هناك رد مباشر من قبل الأهالي حول هذه التعزيزات سهايب؟ يعني حقيقة التجمعات المدنية خاصة ليس فقط في منبج هنا نتحدث حتى على مستوى ريف حلب عموما اليوم خرجت مظاهرة في مدينة جرابلوس للوقوف مع أهالي منبج سكان منبج والتذكير بمبادئ الثورة السورية أيضا اليوم على المستوى الدولي كان هناك تصريحات من وزارة الخارجية الألمانية تحديدا طالبت خارجية الألمانية اليوم تجمع بتحقيق في أحداث التي شهدتها مدينة منبج بشمال شرق سوريا عفوا شمالي سوريا وبعض المظاهرات التي حدثت في المنطقة وكانت هذه المطالبات أتت عبر ماريا ريبهير التي هي المتحدثة باسم الخارجية الألمانية التي طالبت في فتح تحقيق شامل بانتهاكات قسد في منطقة الشرقية وأيضا جنوب الحسكة منذ فترة تقى ستة مدنيين وأصيب أكثر من ستة عشر شخص بنفس الطريقة بسبب قرارات مجحفة من قبل قسد وبعد ذلك بجرة قلم كما كنت أتحدث قبل قليل عدلت قسد عن قرار وكان ثمنه دم ناس وحياة الأرواح وحياة الأرواح صحيب هناك اجتماع مرتقب للعاشاء الرغم عقدهم لاجتماع سابق منذ أيام هل ترى أن الأمور أو المشهد في المنطقة يتجه نحو تهديئة أم تصعيد؟ يعني الموطيات وما يحدث الآن في المنطقة لا يشير إلى أن هناك تهديئة نتمنى أن يكون الوضع مستقر بالنسبة للمدنيين يعني الحرص على حياة المدنيين يدفعنا لأن نتمنى أن يكون الوضع مستقر وآمن لكن هذا حقيقة غير موجود على أرض الواقع ما يترسل قسد وانتهاكاتها يدفع الناس نتيجة طبيعية للتظاهر والاحتجاج وأيضا يخلق نوع من عدم الاستقرام على مستوى الأمني حتى الدليل أنها استقدمت تعزيزات عسكرية نعم وصلت الفكرة صحيب الجابر صحفي من شبكة فرات بوست كان معي عبر الهاتف من أورفا شكرا جزيلا لك هزى انفجار ضخم في ساعات الفجر الأولى مستودعا يحوي عبوات غاز في حي الأشرفية بمدينة عفرين شمال حلب ما تسبب بأضرار مادية كبيرة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية دون ورود معلومات عن خسائر يلعط أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمويل بقيمة 240 مليون دولار بهدف دعم الشعب السوري والدول التي تستضيف لاجئين سوريين وجاء ذلك على لسان منذوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفولد وذلك خلال زيارة لها إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى ذلك تزور جرينفولد تركيا بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود رغم المعارضة الروسية التي تصر على تسليم المساعدات لنظام أسد قمعت الشرطة الإسرائيلية مظاهرات فلسطينية احتجاجا على مخططات الاستطان شمال الضفة الغربية في حين قالت وسائل إعلام أن عشرات المتظاهرين أصيبوا نتيجة المواجهات التي اندلعت بين الطرفين في قرية بيتا جنوب نابلوس اشتركوا في القناة اندلع حريق ضخم في مخيم شارية للنزحين الأزيديين في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمال العراق وطل الحريق نحو 130 خيمة داخل المخيم فيما لم ترد أنباء عما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوف قاطني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الألمانية عن زيادة كبيرة في أعداد أعضاء وأنصار ميليشيا حزب الله في ألمانيا وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة فإن العام الماضي شاهد ازديادا بلغ نحو 200 عضو ومؤيد للميليشيا المحظورة من ممارسة أنشطتها بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية الألمانية فشلت مباحثات فيينا في ختام جولتها الخامسة بالوصول إلى نتيجة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى ذلك توقعت الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المفاوضات ستكون هي السادسة وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن واشنطن ليست متفائلة بشأن سير المحادثات مؤكدا أن الهدف النهائي هو ضمان تنفيذ إيران لالتزاماتها وعودتها إلى نظام التحقق والمراقبة الأكثر صرامة دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيابين نتنياهو النواب لعدم منح حكومة التغيير الجديدة الثقة في الكنيسة وقال نتنياهو إن رئيس الوزراء المكلف نفتالي بنيت لن يكون قادرا على مواجهة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا مواجهة التهديدات الإيرانية وبدأ نتنياهو تحركات مكثفة بهدف إفشال حكومة التغيير التي أعلن عنها خصومه بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة نشكركم مطيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة